الاهلي برضو حاليا قبل بكرة قبل مباراة بكرة في المركز التالت برسيد 37 نقطة من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 مباراة والخسارة في مباراة وحيدة بتأجل النادي الاهلي بداية من مباراة بكرة 4 مباراة مؤجلة منهم مباراة الزمالك ودي مباراة طبعا كالعادة ب6 نقاط زي ما حضراتكم عارفين ومن الحاجات الجميلة اللي ما تشوفهاش النهاردة من الحاجات الحلوة اللي ما تشوفهاش غير في النادي الاهلي وما تشوفهاش غير من الكابت خطيب لأنهم أكد من رئيس من رؤساء الأندية اللي بيروحوا يزوروا فرقهم ولكن وجود كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي واسطورة كرة القدم الحقيقة وأنه يكون موجود في وسط ولاده النهاردة ووقف معهم في الملعب وينزل يسلم عليهم النهاردة حتى شاف كهرباء وسلم عليه وكابتن زكريا نصف كان موجود معه الكابتن محمود الخطيب الحقيقة بيقول لهم أنا موجود معاكم مجلس الإدارة مش أنا كابتن محمود لما بيجي يتكلم دايما بيقول لنا كده مش أنا محمود الخطيب لا مجلس إدارة النادي مجلس إدارة النادي الأهلي واقف معاك وهو بوجودي وأنا بأمثل مجلس إدارة النادي زي ما حضراتكم شايفين كابتن الخطيب موجود وبيسلم على كل العيبة وزي ما انتم شايفين واشه بيتحكد ثقة كبيرة بيدينهم ثقة اللي حضراتكم شايفينه ده بيقول لهم انا معاكو انا معاك يا كابتن سامي انا في ظهرك يا كابتن سامي خلي بال حضرتك ده يفرق كتير جدا مع الشباب الصعد يعني اللي موجود في القيمة النادي الاهلي وهما كثر كابتن سال عبد الحفيز كابتن محمود واقف وزي ما حضرتك شايف ما فيش اي علامات الغضب او علامات الحق لا لا كابتن محمود واقف بيدي لهم ابتسامة ثقة بيدي للعبين ابتسامة ثقة خلي بال حضرتك الكلام ده انا بقوله لانه دي حقيقة انا في يوم من الايام انا اسف ان انا برجع لنفسي في حاجة انا في يوم من الايام كنت واقف مكان اللاعبين دول وكان كابتن محمود بيبقى واقف قدامنا بنفس هذا الشكل يمكن احنا ايامنا كانت الاجتماعات دي قليلة لان الحمدلله وشكر الله كانت دايما الامور ماشي بشكل جيد من الناحية الفنية يعني لكن لما كانت كابتن الخطيب يوقف معنا كنا بنقف كده نبقى مبسوطين من الكلام اللي هو بيتكلمه معنا بيتكلم معنا محمود الخطيب بيتكلم معنا حسن حمدي ساعتها رئيس النادي في ذلك الوقت بيتكلم معنا بقية المجموعة اللي موجودة بيخلونا نبقى قد ايه حسين ان هم وقفين معنا في كل حاجة بيديك ثقة كبيرة جدا في الملعب خد بالك ان انت لما تفتكر ان مجلس الادارة واقف معايا في ظل هذه الظروف الصعبة وان المدير الفني ماشي هتقولي ظروف صعبة اه طبعا ظروف صعبة انت كنت متعود ان يبقى مسيماني موجود انا كلعيب يعني متعود ان المسيماني يبقى موجود كل يوم مسيماني مش موجود تغيير طريقة اللعب تغيير الاداء تغيير طريقة الكلام حتى يعني مسيماني كان بيكلم انجليزي جو جو تحرك دلوقتي طريقة الكلام مختلفة الامور مختلفة وجود سامي امصان مختلف فكل ده حنشوفه بكرا ان شاء الله كل ده حنشوفه بكرا